دلوقتي حننتقل الى الاسكندرية معانا لاستاذ حازم الوكيل سارغير يا استاذ حازم وعايز حضرتك تقول لي اللقطة الابرز ايه وخصوصا في اللجنة الانتخابية اللي هي كانت مقابل التفجير الارهابي اللي حصل من يومين اجواء احتفالية وكرنفالية بدأ اليوم بداية طبيعية هدئة تصدروا كبار السن والسيدات لكن بعد قليل شارك مجموعة متنوعة شرائح متنوعة عمرية من جميع المناطق الاسكندرية في الحقيقة المصريين نهارده سطروا ملحمة وطنية عظيمة داخل وخارج اللجن ومتدت اثارها ايضا للميادين العامة والشرائر الرئيسية فكل مكان نهارده كانت اعلام مصر وكان فيه حس من الجميع للجميع بالمشاركة في التصويت والادلاق بالاصوات في الساعة ساعة مساء السادة القضاء انهوا اليوم الانتخابي لكنهم سمحوا لمن هم بداخل مراكز الاقتراع بالاستمرار حتى الادلاق باصواتهم ثم اشرفوا انفسهم على اغلاق السنديق وتشمعها ثم اغلاق اللجان بانفسهم ثم سلموا اللجان الانتخابية لرجال التأمين التابعين لمنطقة الشاملية العسكرية والقوات البحرية والشرطة المدنية والذين يؤمنون للجان حتى الصباح غرفة عمليات المحافظة السكندرية منعقدة على مدار الساعة لحل اي مشاكل او معوقات تقابل لجان الانتخابية او لتسهيل الامور على المواطنين والميخبين كل مرافق كل احياء تمر على مدار الساعة في محيط اللجان لازالة كل المشاكل المتعلقة بالمنافق وغيره شرطة المرور تمر على مدار الساعة حوالين جل كل اللجان لرفع اي سيارات رجال نظافة يكونون بواجبهم رجال شركة الكهرباء شركة المياه يكونون بواجبهم في تنظيف اللجان كل الساعة تقريبا الامور تسير على منحة عظيم المؤشرات تدل على ان العدد سيكون اكثر غدا ان شاء الله عملية حس المواطنين على المشاركة تتزايد في كل مكان في المواطنين عاملين بينهم بنفسهم حاجة اشبه بمكاتب في كل منطقة بيقولوا البعض لجانهم فين ارقامهم ايه بيشجعوا بعض على المشاركة بيشغلوا اغاني الوطنية الوضع في اسكندرية كورنفالي عظيم حزم الوكيل شكرا جزيلا من اسكندرية والحقيقة لازم اقول انه يعني شكرا لمحمود التمامي من اسيوط اللي هيسافر بكرة لسهاجة الله يعينه وبكرة تامر مجدي كمان هيروح يكمل رحلاته في محافظات الدلتة وطبعا حزم الوكيل بشكرك حازم يمكن نشوف بكرة باذن الله ناس كمان من البحيرة ومن بقى المحافظات شمال مصر وجنوب مصر والمحافظات كمان محافظات خط القناة شكرا جزيلا لكم جميعا عايز دلوقتي اقول لكم انه فيه كان اكتر من كده يعني طبعا احنا النهاردة معنا جنود عملوا ايضا ولكن يعني حالة التنقل بالنسبة لهم كانت موجودة اذا كنا شكرنا تمامي وتامر مجدي حزم الوكيل فلازم كمان اشكر النهاردة الاستاذة مية عدلي والاستاذة مروع عبدالعزيز اللي كانوا كمان رايحين في كل مكان وبيجروا علشان يوفروا لكم افضل صورة والحقيقة كانوا هم مزيعين الهواء طول النهار والاول مرة مزيعين الهواء يكونوا موجودين من الشوارع مش من الستوديوهات